رفض شديد أبدته وحدات حماية الشعب الكردية لطلب قوات البشمرقة التابعة للمجلس الوطني الكردي للدخول والانتشار على الشريط الحدودي مع تركيا الطلب جاء في سياق الهديث عن مبادرة حملها قائد قوات النخبة أحمد الجربة إلى أنقرة تقضي بإبعاد اليابيغي عن الحدود مع تركيا ونشر قوات من البشمرقة وقوات عشائرية عربية على الشريط الحدودي على أن يكون ذلك بضمانة أمريكية وموافقة تركية لكن تعنت الوحدات التي تذهب باتجاه التصعيد بحسب مراقبين يعيق جهود التهدئة هذه الصور التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي تظهر عناصر من الوحدات يقومون بحفر الخنادق في مدينة رأس العين بمحافظة الحسكة استعدادا للحرب وكالة أنباء هاوار المقربة من مجلس سوريا الديمقراطي نقلت عن وقوف عشائر منبج مع خيار الحرب إلى جانب الإدارة المدنية والمجلس العسكري التابعين لمسد دون أن يصدر عن تلك العشائر تأكيدا بذلك في السياق عبر مجلس الرق العسكري التابع للمعارضة عن استعداده للمشاركة في العملية العسكرية شرق الفرات فيما أعلن اتحاد العشائر التركمانية والعربية في سوريا أيضا دعمه للعملية وقال نائب رئيسها عمر دادا في تصريحات إعلامية إن لديهم ثقة بعودة قريبة لتركمان والعرب والأكراد إلى منازلهم في مناطق شرق الفرات نحن نعلم كيف يفكر الإرهابيون فما أن يحفروا حفرة إلا ودفناهم فيها وسنواصل دفنهم ونحن مع الجيش التركي ومع الجيش السوري الحر هنا هذا التصريح الأخير للرئيس التركي رجب طيب أردغان وهو يبدي إصرار أنقرة نحو المضي في عمليتها العسكرية إصرار ما زال يقابل برفض أمريكا التي ما زالت قواعدها منتشرة في منطقة العمليات المرتقبة